النهاردة عندنا قرابة 17 اخر السنة محافظة البنك المركزي قال نوصلهم 25 مليار دولار وهكذا وهكذا نقدر نعمل ده فهو السسمار حال البلدي السسمار حال البلدي الانتاج ده الحال اللي قدامنا حال البلدي السياحة محافظة الجيزة عنده منطقة من اهم مناطق الصحية في العالم في العالم مش في العالم يعني لو عمل سياحة بس عدر يعمل منظومة للأهرامات ازاي وايه 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 واعملش غيرها كفاية انا بقول لكم هو كفاية ازاي تغير منظومة اللي موجودة ازاي النهاردة منطقة الاهرامات نهاردة تقدر تروح مكان تلاقي مكان تقعد فيه تسلع فيه فيه مكان نضيف مكان يليق لكن مين محدش يقعد يصطادك شوف منظومة الموصلات وهنسمع كلام الناس هنسمع حضراتكم تشكوا من ايه وتقول النهاردة بشكل واضح نتكلم على مشاكلات كلها راجل جاي النهاردة وانا بشكره بحقيقة والمرة بعد ثلاث شهور يطلع يتكلم ويتكلم معاكم لانه هو الراجل ده ابن الجيزة اللي هو المفترض انه عارف كل حتة في الجيزة بقول لحالكم من اول ملازم لحد محافظ فيعني مفروض انه عارف ما بين من اول البدرشين الصف الوراء بولاء اكتوبر يعني كل ما هو الجيزة يقدر يعرف يقول لنا ايه اللي بيحصل فيه محافظة الجيزة وبعد شوية طبعا هيكون معنا على الهواء مباشرة ولكن بسرعة كمان عشان وقتنا وما ناخد شوية طويل من وقت السيد المحافظ خليني اسأل عدة تساؤلات